كشفت الأمم المتحدة عن نزوح 40 ألف شخص من قضاء تلعفر تزامنا مع انطلاق العمليات العسكرية لاستعادته من داعش مناسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في العراق ليزي جراندي أكدت أن هناك عوائل سارت نحو 20 ساعة في حرارة شديدة من دون طعام أو ماء مبينة أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة معها لا تعلم أعداد الأشخاص الذين ما يزالون في مناطق القتال لكنها تتوقع يفر الآلاف من الناس في الأيام والأسابيع المقبلة